اشتركوا في القناة موعد بث الحلقة وهي منزلة للكنوز والظفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و 51 دقيقة من بعد منتصف الليل اللي هو الأحد على الاثنين لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل وبما أن القمر موجود في برج الميزان معناة هاي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجينا لها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر من ميل للإسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبؤسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفل ما أو إعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجيات جميلة بالنسبة للزوايا البطية طبعا اللي بقى من الزوايا القائمة حاليا اللي هي زاوية الاقتران الإيجابية بين الشمس وبين الزهرة وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 5-11 يوجد نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين عطارد وبين زحل وهي تأثيراتها لغاية يوم 24-10 طبعا هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل أو لعمل فكري والمقاومة الجسدية والتصرف بحكمة وبرضو من ثابر في أعمالنا ومشاريعنا وهذا الوقت المناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربة عقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية السلبية المنفصلة ما بين زحل وما بين أورانوس اللي حكينا هاي رح تضل تأثيراتها لغاية يوم 16-11 هاي زاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تكون ذروتها مع القمر فطبعا تأثيراتها طيلة النهار أول زاوية هي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وزحل المقصود مش طيلة النهار هي طيلة اليوم يعني من منتصف الليل لمنتصف الليل زاوية التثليت الإيجابية ما بين القمر وما بين زحل اللي رح تكون ذروتها الساعة 11-7 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيش نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون تأثيراتها الساعة 4 ودقيقة مساء بتوقيت جرينيش بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطبع أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التثليت إيجابية بين القمر وبين المريخ وهي ذروتها ساعة 11-12 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش يعني قبل منتصف الليل تقريبا بـ 48 دقيقة طبعا تأثيرات هاي الزاوية تحديدا من ساعات العصر وبتستمر لغاية صباح يوم الثلاثاء فبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اليوم ونبعد عن أي شيء لأعلاقة بالعملية الجراحية نهائيا ولا لأي عضو من أعضاء الجسم إلا إذا كانت عمليات طرارية طبعا السبب مش إنه بس وجود القمر في الميزان ولكن إنه بدأت تأثيرات كسوف الشمس الآن فعشان هيك بيبدأ الضغط وخصوصا اليوم بكرة بعد بكرة له اثنين ثلاثة أربعة هذولا أساسيات بالنسبة للعمليات الجراحية بعمليات التأجيل يكون أفضل لكن اللي أكثر حساسية اليوم الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد كعضول اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية زي ما حكينا لا ينصح بإجراء عمليات جراحية خلال الثلاثة أيام القادمة اللي هو الاثنين والثلاثاء والأربعاء هذا اليوم برضو لا يصلح لعمليات التجميل لاحقا ولا جراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد ما بفضل عملية قص الشعر التجميلي والصبغ بالفترة هاي لأنه ما فيه تركيز أساسا عند الأشخاص اللي بيشتغلوا في هذا المجال فعشان هيكي ممكن هذا الشيء يبطئ من عملية الإنبات أو يعمل عملية تساخط أو يكون الشيء مش الشيء المطلوب فما بنصح في هذا الأمر بالنسبة للقمر بما أنه مستقر في برج الميزان معناته خلو المسار القادم رح يكون غدا يوم الثلاثاء خمس وعشرين عشرة بيبدأ خلو المسار الساعة اتناش وخمس وثلاثين دقيقة بعد منتصف الليل اللي هي أول خمس وثلاثين دقيقة بعد منتصف الليل من دخولنا في يوم الثلاثاء بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى ساعات صباح يوم الثلاثاء اللي هو الساعة سبعة وثمنتعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره ثمانية وعشرين يوم في تمام الساعة ثلاثة صباحا بيصير عمره تسعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير خمس في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين احداش هي الآن سعيدة بنسبة خمس وثمانين في المية ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة لمية في المية القمر في الميزان حتى يوم خمس وعشرين عشر هو الآن سعيد بنسبة خمس وثمانين في المية في ساعات الصباح بترتفع نسبة السعادة لمية في المية عطارد في الميزان حتى يوم تسعة وعشرين عشر سعيد بنسبة 70% الزهرة في العقرب حتى يوم 16-11 سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30-10 بعدين بيبدأ عملية التراجع منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28-10 بعدين بده يرجع بعد هذا التاريخ لبرج الحوت ويكمل تراجعه هو منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 بعدين بده ينتقل للحوت منتحس الآن هو بنسبة 40% في الساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% ورى نصف الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 بعدين بده ينتقل للدلو هو سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وتعزيز العلاقات مع شركائكم سواء شركاء المال أو شركاء العاطفة ولكن يعتبر القمر بما أنه في الميزان مقابلكم تماما فعشان هيك ما بجوز إثارة المتاعب اتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حادروا من الحوادث وبرضو حادروا من بعض الأعداء بعض موليد برج الحمل إذا إلهم أعداء حادروا منهم لأنه بالفترة هاي سهل جدا استفزازهم وسهل جدا اقتلاق المشاكل برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور أنجزوا ما ترى كم لديكم من عمل واليوم رح تجدوا تعاون من الزملاء طبعا القمر في بيت العمل والصحة فعشان هيك بتكون تنظموا جدوى الغذائكم تأخذوا قصة من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات اليوم بتكثر عندكم النشاطات وربما بعد موليد برج الثور يشعروا ببعض التعب أو الإرهاق بسبب تواجد القمر في البيت السادس بسبب الأعمال أو تراكمها أو بعض المشاكل الصحية اللي بتتعلق في نفس موليد برج الثور أو أحباهم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم برضو بتفيدكم اليوم الاتصالات واللقاءات أهم شيء تلطفوا الأجواء وتتعدوا العلاقات لطبيعتها أو ترجعوا العلاقات لطبيعتها بتنالوا ما بترغبوا وبتنتصروا على كل الاعتبارات وممكن اليوم تحلوا مسائل عالقة أو كانت مستحيلة تعتبر فترة إيجابية ونشطة جداً اليوم في كثير من الحضوض موجودة في الساحة فعشان هيك لازم تتحرك لحصدها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبيوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة خلال هذا اليوم أهمش أنك تتجنبوا توبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية أو ممكن أنك تواجه بعض الأمور لازم تواجهها بمنطق وواقعية وحاولوا إيجاد تسويات تحمي حقوقكم أهمش أنك ما تفرض رأيك وتعتبر هاي فترة مناسبة جداً للتنقلات والاتصالات بشكل قوي ولكن تحذروا بسبب اللي هو الكسوف اللي رح يصير يوم الغد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً يعتبر يوم من الأيام النشطة جداً فبتنشطوا في أمور الهلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وبوسعكم اجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران وبتكثر عندكم النشاطات على حسب حق الإختصاصكم بتكون لك لقاءات عديدة وبرضو باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك اليوم هذا بيحمل نشاطات عالية جداً وكثرة بالاتصالات اللي ممكن إنك ما تهدأ برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً اليوم بيحمل لكم فرصة لها علاقة بالمكاسب المالية وبيكون أغلب هاي المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أهم شيء أنكم ما تتهربوا من تقديم المساعدة إلى قريب أو حبيب وما تبلغوا بمصاريفكم وحاولوا أنكم تكونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة اليوم رح تهتموا لأمور مالية أو أمور استشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً اليوم بتبدأوا فترة أفضل من سابقتها وبتعدلكم أيام إليكم ثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم اليوم شعبيتكم في تصاعد بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة النجاح عندك بشكل عالي جداً وبتشتد عزيمتك وممكن تنغلب المعطيات من طلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بتتراجع صحتكم وبينتابكم شعور بالتعب بسبب وجود القمر في بيت متاعبكم طبعاً بتكونوا صبروا لغاية يوم الثلاثاء لتتحسن الأجواء عندكم ويوصل القمر لعندكم فعشان هيك اليوم حاولوا انكم تخلدوا للراحة حاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل ما توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد وتعتبر هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وبتعدوا عن الأضواء وما تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً اليوم بتنشطوا اجتماعياً وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبإمكانكم تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه اليوم ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم إشي أنه ما تستسلموا بل كرروا المحاولات بأي مسعى بالعلاقات الاجتماعية ومعارفكم لا تعزيز بعض الأمور اللي تكون لصالحكم برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي يعتبر هذا يوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبينتبهلكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم وبتتسلط عليكم الأضواء ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم إشي أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع الفترة هاي طبعا القمر بما أنه في بيت السمعة فبيكون في بعض القلق والتوتر بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا اليوم تنشط في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان أو تعامل مع الأجانب وممكن تبدأوا عمل أو دراسة جديدة أو تناقشوا مواضيع ورح تناقشوها بقوة وذكاء وتتجرأوا على رفض أي شيء ما بيناسبكم أهم شيء ما تخشو شيء بل ثقوا بأنفسكم دون التزمت برأي على باطل يعني بمعنى آخر إذا كنت غلطان ما تشد بالأمر إذا معك حق معك كل الطاقة الإيجابية لا تنجز أمورك تعتبر هاي فترة منازبة لخوض تجربة جديدة أو أمور بتتعلق بالسفر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم شيء إنكم ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار الأجواء داعمة لإلك على المستوى المالي والأموال المشتركة وتحصيل حقوقك أو المطالبة بحق لإلك أو يجيك رد على بعض الأمور القديمة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكراً للمشاهدة وأنتبه و حفظه وأترككم في رعاية الله اشهد Little